هبدأ مع حضرتكم بتأكيد وزير الخزانة الأمريكية عزم الرئيس الأمريكي ترامب فرض عقوبات قصية على تركيا بهدف شل اقتصادها إذا ارتكبت تركيا أي تجاوزات وأبدى الرئيس التركي رفضه لكل التهديدات الصادرة وأعلن مواصلة العملية العسكرية وزير الخزانة الأمريكي قال إن الولايات المتحدة تستطيع شل الاقتصاد التركي إذا اضطرت إلى ذلك مع استمرار هجوم أنقرة على المقاتلين الأكراد شمال شرق سوريا الوزير الأمريكي قال إن الرئيس ترامب فوض مسؤولين أمريكيين بصياغة مسودة لعقوبات جديدة كبيرة للغاية على تركيا بعد أن شنت هجوما شمال شرق سوريا أضف أن البنوك تصلها اختارات بذلك بالنسبة لألمانيا فألمانيا أعلنت حضر تصدير أسلحة إلى تركيا يمكن استخدامها في الهجوم التركي شمال شرقي سوريا وفقا لما ذكرته صحيفة ألمانية الصحيفة الألمانية ذكرت أن وزير الخارجي الألماني هايكو ماس قال إن حاضر تصدير الأسلحة لتركيا جاء كرد فعل على الهجوم التركي العدواني على الشعب السوري في شمال سوريا ده من نسبة لألمانيا الجارديان البريطانية قالت أن العدواني التركي على شمال سوريا دخل اليوم الرابع واصفا إياه بأنه الأكثر دموية حتى الآن وذكرت الصحيفة في تقريرها من شمال شرق سوريا اللي أعدوا المراسل بيتابع الأحداث هناك مارتين شالوف أن المشهد اتسم بعنف وبدموية تنثرت جثث قتل الأكراد بينما نقلت سيارات الإسعاف التي تصل بانتظام المصابين وأثناء انسحبهم تجمع السكان المحليون والطاقم الطبية على استعداد للتوجه لكل جسد جديد ورواية قصة كيف ماتوا قال رجل وهو يكشف وجه صبي صغير لقد كان مدنيا معظمهم مدنيين بيصفوهم بالمدنيين والسؤال وراء هذا الوصف ما هو الذنب الذنب أنهم مدنيين هنتكلم طبعا أكتر في حوارنا الأول عن جرائم أردغان في سوريا وفي حق الشعب التركي أيضا وما حدث طبعا بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بالانسحاب من سوريا الولايات المتحدة الأمريكية الآن التي تتحدث عن أنها من الممكن أن تشل اقتصاد تركيا وما حدث بعد أساسا ما ذكرته من تصريح نهام توقعنا من خلال القارئين للمشهد السياسي والتصريحات الأمريكية تم التوقع بأن هناك تحرك تركي لأن هذا التصريح تجاه سوريا لأن هذا التصريح بمثابة الثمرة التي سقطت على أردغان وطبعا حيستغلها لتحقيق أجندته ترجمة نانسي قنقر